لا تتوقف الفوضى التي أوجدها نظام الأسد في سوريا عن إخافة العالم رغم تقرب العديد من الدول للتطبيع منه وخصوصا بما يتعلق بصناعة وتهريب المخدرات التي يقودها هذه التجارة حولت سوريا إلى دولة للكبتاجون وهو نوع من المخدرات النشطة به النظام السوري بالتعاون مع ميليشيا حزب الله اللبنانية التي تولت إدارة عمليات تهريبه ولديها خبرة واسعة فيه قبل عام 2011 وتقدر وكالة فرانس بريس ما تدره هذه التجارة على النظام بأكثر من عشرة مليارات دولار وهو ما تفوق قيمته قيمة كل صادرات البلاد القانونية وعلى رأسها صادرات الحبوب خلال العامين الماضيين طرق متعددة سلكتها الميليشيات في سوريا التي تؤكد صحيفة الجارديان البريطانية لا أنها تتبع لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري ذاك الذي أوجد بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني شبكة مخدرات تمتد من إيران إلى العراق فسوريا ولبنان ومنها إلى دول الخليج العربي والأردن وحتى أوروبا في عام 2021 ووفق بيانات رسمية نشرتها فرانس بريس تؤكد القوى الأمنية في عدة الدول لأنها صادرت أكثر من أربعمائة مليون حبة كيب ديغون بينما أظهرت مضبوطات من العام 2022 أنها ستتجاوز العام السابق في تأكيد أن ثمانين بالمئة من هذه التجارة مصدرها سوريا وتشير البيانات الرسمية أن هذه الأرقام ليست سوى رقم بسيط جدا مقارنة مع ما لم يضبط إذ يقول مسؤولون أمنيون إنه مقابل كل شحنة يتم ضبطها تصل تسع شحنات أخرى إلى وجهتها هذه التحذيرات تضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد بعدما فشل باتخاذ قرار لإنقاذ المدنيين في سوريا من محرقة يقف وراءها الأسد وحلفائه روسيا وإيران لا تزال مستمرة منذ 11 سنة تجاوز فيها كل الخطوط التي قيل عنها حمراء فهل اقتربت ساعة محاسبته عن تجارته غير الشرعية والتي تهدد العالم بأسره ترجمة نانسي قنقر